أذربيجان مئة عام مرت هنا على تأسيس المحاكم والنظام القضائي وتلبية للدعوة المقدمة من وزير العدل الأذري فكرة مومدوف التقى به وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في مقر وزارة العدل في باكو حيث تمت مناقشة آفاق التعاون بين البلدين وقد وقعت اليوم اتفاقية برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وأكد الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاء والتي تعزز من سرعة الفصل في القضايا سررت في هذا اليوم بزيارة مقر وزارة العدل في جمهورية أذربيجان وهذه الزيارة تأتي امتدادا للموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعت سابقا بالرياض وقعنا اليوم برنامج تعاون تنفيذي لمذكرة التفاهم وقد لقينا ولمسنا من المسؤولين في وزارة الأذربيجانية تقديرهم الكبير لمواقف المملكة الراسقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه لأهد الأمين وكذلك حرصهم على تنمية العلاقة والتعاون في المجال العدلي وفي سياق متصل قام وزير العدل بجولة للتعرف على متحف تاريخ العدل كما أعرب الوزير الأذري عن سعادته بهذه الزيارة المحملة بالنتائج الإيجابية وتبادل المعلومات والخبرات في المسائل العدلية نحن نوير أهمية كبيرة إلى تعاوننا مع مملكة ربيع السعودية كما تعرفون لدينا تعاون ممتاز في جميع المجالات ومن ضمنها مجال القانوني وقضاء في شهر يناير للعمل الجاري قمنا بزيارة المملكة وتم توقيع فيها مزكرة تعاون بين مزارتي العدل وبمشاركة نائب وزير العدل الأذربيجاني شاهد الوفد السعودي عرضا مرئيا حول الخدمات المقدمة إلكترونيا والتي تساعد المواطنين على حل قضاياهم وتسهل عليهم الكثير من الإجراءات العدلية تلا ذلك زيارة لوزير العدل إلى المبنى الحديث لمحكمة ياسمال بالمدينة القديمة واستمع إلى شرح مفصل عن نظام المحكمة الإلكترونية وأقسامها لتسهيل الأحكام القضائية هنا في وزارة العدل وقعت اتفاقية التعاون وهنا بدأت أولى خطوات التنفيذ لها لتكون امتدادا لعشرين اتفاقية قائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان لقناة الإخبارية محمد الوهيبي باكو